موسيقى طلاب و طالبات الصف الثامن السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم للصف الثامن سنتعرف اليوم على مادة جديدة و استكمالا لدروسنا السابقة في عالم النبات سنتعرف اليوم على هذا الكائن ما هذا الشيء؟ عن هذا و أكثر تابعونا بعد فاصل قصير عودة من الفاصل طلابنا الصف الثامن حياكم الله مرة ثانية معانا نبدأ اليوم إن شاء الله درسنا بهذه الصورة لاحظ معي هذه الصورة و تأملها جيدا أنا متأكد أن أغلبكم سافر هذا الصيف و رحت و بعضكم إلى شرق آسيا لاحظ معي هذه الصورة زين لاحظت النباتات الموجودة فيها لاحظ الأشكال المختلفة أبيك تركز على هذا الشيء نصل الورقة لاحظ هذه الورقة هذا النبات غريب عجيب لو تلاحظه كأن الورقة طالعة من الأرض بدون ساق فقط ورقة طالعة من الأرض تمام؟ لاحظ معي هل لاحظنا لها ساق؟ لا يوجد لها ساق ليش؟ رح نعرف بعد شوي شوف معي شنو شوفوا الصورة بعد رح نلقى أشجار ساقها طويل لاحظ ممتدة إلى أعلى بشكل كبير و أيضا هل في أزهار؟ هل لاحظت وجود أزهار في هذه الصورة؟ خلونا ننتقل للشريحة اللي بعدها و رح أشرح لكم أكثر لما تسمع كلمة نبات وعائي شنو يطري على بالك؟ شنو أول شيء في بالك لما تسمع كلمة نبات وعائي شنو يعني؟ قبل أن أبدأ في الكلام وفي الشرح أريد أن أضرب مثال بسيط في دولتنا دولة الكويت نحن في الكويت قبل لما نشرب الماء شلون؟ من أين نحصل عليه؟ كانوا يحفرون الجليب البئر في اللغة العربية جليب داخل البيت و يبدأون يقطون التب و يسحبون الماء و يشربون حق أهل البيت ممتاز طيب جيراني محتاجين الماء ما هكوا مشكلة أخذلك تب و ترسل التب و أده حق جيرانك ممتاز طيب البيت السابع الثامن ما نسويه؟ كمية الماء الموجودة شون رح توفي فبدأت فكرة نظام البايبات توصل إلى كل بيت أنت قاعد في بيتكم الآن مرتاح يوصلك الماء إلى باب بيتك فضل من رب العالمين شون يصير هذا الكلام؟ دعونا ننقل هذه الفكرة إلى النبات تكلمنا في الحلقة السابقة عن النبات الحزازي النبات الحزازي ينتقل الماء عن طريق الانتشار عليك و الإسموزية عن طريق الإسموزية ينتقل الماء من خلية إلى خلية إلى خلية لكن بنباتات بهذا الحجم كيف سينتقل الماء فيها من خلية إلى خلية؟ و نحن قلنا في الحلقة السابقة أن عملية الإسموزية هي عملية بسيطة و بطيئة في نفس الوقت بسيطة و بطيئة في نفس الوقت لذلك الله سبحانه وتعالى خلق في هذه النباتات بديل آخر وهي الأنسجة الوعائية كيف تكون هذه الأنسجة الوعائية مثل ما نشوف في الصورة أمامنا لاحظ هذه الدوائر هذه عبارة عن أنسجة وعائية توصل الماء من جزء إلى جزء آخر من نبات وهذه صورة أخرى تمثل لأيضا الأنسجة الوعائية في شريحة زجاجية قطع في النبات يقطعون في النبات قطعة رقيقة ويحطونها تحت المجهر فنشاهد هذا الشكل ننتقل إلى الشريحة قبل لا ننتقل إلى الشريحة التي بعدها لاحظ معي حجم الإنسان بالنسبة لهذا النبات نبات ضخم جدا كبير جدا لذلك خلق الله سبحانه وتعالى هذه الأوعية لتنقل هذه المسافات الكبيرة من الماء ننتقل إلى الشريحة التي بعدها وهي عنوان درسنا اليوم واستكمالا لحلقاتنا السابقة النباتات اللازهرية تكلمنا في اللقاء السابق عن الحزازيات وقلنا أنها نباتات لا وعائية بمعنى لا توجد أنسجة متخصصة في نقل الماء والمواد الغذائية من جزء إلى جزء آخر من النبات اليوم رح نتكلم عن الجزء الآخر وهو السراخسيات وهي نباتات وعائية دعونا ننتقل إلى الشريحة التي بعدها ما أهم ما يميز السرخسيات الجزء الرئيسي الذي يميز و لازم تحطه في بالك أن معظم هذه النباتات ساقها أرضية تسمى رايزومات بمعنى أنها أسفل سطح الأرض ما نقدر نشوفها في العين لازم تحفر عشان تشوفها على سطح الأرض ما راح تباني إياك اللي يباني معاك نصل الورقة تشوفها طالع من الأرض على طول ورقة أما الساق فهو تحت الأرض ويوجد بعض الأنواع الأخرى قليلة منها تكون ساقها أرضية طويلة وقائمة مثل ما تشوف أمامك في هذه الصورة ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها أهم الصفات العامة للأسترخصيات راح نذكر عدة منها لكن قبل ندخل في تفاصيلها أبك تنتبه حق نقطة وائد مهمة رقم واحد أن الآن نحن بعد ما نتقلنا من الحزازيات إلى استرخصيات نتذكر أن الآن صار عندي ساق صار عندي أوراق صار عندي جذور في الحزازيات كنا نقول أشباه جذور الآن لا صار عندي ساق وأوراق وجذور وأصبح عندي أنسجة وعائية متخصصة في نقل هذه المواد والمياه من جزء إلى آخر الصفة الأولى تنمو بالغابات المطيرة دائما هذه نباتات تنمو في الأماكن الرطبة الدافئة الصفة الأخرى لا تزهر ولا تثمر ما فيها لا ثمر ينوكل ولا في أزهار ما فيها هذا الشيءين فيميز السراخص أن ليس بها أزهار ولا تثمر ثمارا تأكل أو أي نوع من أنواع الثمار النوع الثالث أو الصفة الثالثة أوعية ناقلة كما ذكرنا سابقاً و الصفة الرابعة أوراقها مقسمة إلى وريقات صغيرة نلقى ورقة طالعة بعد مقسمة إلى وريقات صغيرة وهي جميلة الشكل لذلك تستخدم في الزينة كما نرى هذا بيت مزين واجهة بيتها في هذه النباتات السرخصية لجمال أوراقها و كذلك كثير من معدي الأزهار لقدمونها حق الناس بوكيهات وغيرها يستخدمها أيضاً لتزيين هذه الزهور فيزين أزهار بأوراق السرخص لجمال شكلها قولوا سبحان الله طيب ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها دورة حياة السرخصيات لها دورة معنى دورة أنها تبدأ من نقطة وتعود إلى نفس النقطة خلونا نشوف هذه الدورة تبدأ دورة حياة السرخص عندنا نبات مشيجي و عندنا نبات جرثومي وتدور الدائرة بين هذه الثنتين بين نبات مشيجي و نبات جرثومي خلونا نبدأ بالنبات الجرثومي كيف يبدأ يبدأ النبات الجرثومي من خلال حواف الدرثومية ذات تراكيب زونبركية شون نقصد في زونبركية نسميه بالكويت السبرينغ ليش السبرينغ خلونا نشوف الصورة هذه و بعدها نشرح لكم هذه ورقة سرخصية شوف على ظهر الورقة شونه موجود شونه هذه الأشكال التي أنت شايفها أمامك شوف مثل الدوائر الصغيرة على ظهر الورقة شوف هذه الصورة قربناها شوي لاحظ معي هذه الدوائر هي المحافظ هي حافظة جرثومية تسمى بثرات تسمى بثرات مثل النفر على ظهر الورقة تسمى بثرات في هذه البثرات لاحظ معي تنتج الحوافظ اللي فيها الزونبركية تنتج لي بعد انقسام خلوي الجراثيم هذه الجراثيم لو حبينا نشبهها ممكن نشبهها بالبذور البذرة تأخذها تزراها تطلع لك نبات هنا الجرثومة الوحدة لما تزراها لما تحصل الظروف المناسبة من رطوبة ودفء تبدأ تنبت لكن تنبت لي شنو؟ هل نفس النبات الأم اللي طلع للجراثيم أبدا؟ تنبت لي نبات مشيجي شكله شكل القلب يسمونه شكل قلبي في هذا الشكل إذا لاحظته سيكون عندي جزئين سيكون عندي أمشاج مذكرة تنتج لي سابحات ذكرية و ستنتج لي أمشاج مؤنثة منتجة لبويضات الأمشاج المذكرة و الأمشاج المؤنثة في نفس النبات انتبه حق النقطة هذه لأنا سنشوف شيء بعدين مختلف في هذا النبات الأمشاج المذكرة و الأمشاج المؤنثة موجودين في نفس النبات المشيجي في أي نبات؟ في السراخس ممتاز طيب شنو يحدث لهذه السابحات؟ و لما أسمع كلمة سابحات إذن لازم يكون في بيئة مائية تنتقل هذه السابحات إلى البويضات فتتم عملية الإخصاب و الإخصاب بعدها تنتج بيضة مخصبة و هذه البيضة المخصبة إذا أنتم ملاحظين في الصورة ستنتج لي نبات جديد نبات جرثومي جديد من النبات المشيجي المؤنث نعيد مرة ثانية على السريع إذن أنا سأكون لدي نبات جرثومي أنتج لي حوافظ الحوافظ هذه داخلها جراثيم الجراثيم بواسطة التراكيب الزنبركية تقذف لمسافات بعيدة عندما تصل إلى مكان مناسب نبات مشيجي يتكون النبات المشيجي يكون لسابحات ذكرية و سابحات أو عفوا بويضة وتتم عملية الإخصاب ثم ينتج لي نبات من جديد فبذلك تكون تمت عملية دورة حياة السراخس ننتقل إلى الشريحة التي تليها وهي مقارنة بين نبات حزازي و نبات السراخس شوفوا معي هذه الصورتين نبات على اليمين هو النبات الحزازي القائم و على يساركم هو النبات السرخسي في بعض الأشياء تتفق فيها و بعض الأمور يختلفان فيها بماذا يتفقان يتفقان أذكركم ممتاز لدينا سابحات ذكرية لدينا بويضة هناك نبات جرثومي و هناك نبات مشيجي و متازع في عليك الأثنين يحتاجون إلى بيئة رطبة يحتاجون إلى دفع في عليك يختلفون بماذا؟ صح في النبات السرخسي يوجد أوعية أما في الحزازيات لا يوجد و هناك في دورة الحياة فرق جوهري أبيك تنتبه لذلك الفرق أن في الحزازيات النبات المشيجي هو السائد أما في السرخسيات فالنبات الجرثومي هو السائد طيب أستاذي شن يعني سائد؟ ما فهم شن يعني سائد؟ كلمة سائد تعني نقطتين أكبر حجما وأطول عمرا بمعنى أن في النبات الحزازي النبات المشيجي سيكون أطول عمرا هو اللي راح نشوفه أطول مدة من حياة هذا الكائن الحي و كذلك في الحجم سيكون هو الأكبر أما في السرخسيات فالنبات الجرثومي هو اللي دائما نشوفه و نزين فيه الورود مثل ما ذكرنا و نطالعه في الحدائق و في الغابات هو النبات الجرثومي دعونا ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها في بالك ما النبات اللازحة لأكثر تطورا من السرخسيات؟ شو النبات اللي تحس هنا؟ هذا النبات هو أرقى من السرخسيات مر عليك من قبل أو لا احنا قلنا في الحزازيات جراثيم في السرخسيات تتكاثر في الجراثيم أما الآن فنتكلم عن نبات وعائي نفس السرخس ما فرق شيء طيب لا زهري ما زال نفس السرخس لكن الإضافة أنه ينتج بذور ينتج بذور ينتج لنا بذور تذكروا هذا الشكل زينا إذن أنا أتكلم عن نبات لا زهري وينتج بذور على العكس السرخس يسمى معرات البذور يسمى معرات البذور ننتقل إلى الشريحة التالية النباتات اللازهرية تكلمنا الحزازيات وتكلمنا عن السرخسيات الآن سنتكلم عن معرات البذور ماذا سنتكلم وماذا سنعرف عن معرات البذور لما أسمع كلمة بذور شنو يطري على بالي كلمة بذور بشكل عام كلمة بذور تعني ثلاث كلمات حطها في بالك لا تنساها ثلاث كلمات حطها في بالك رغم واحد وجود الجنين وجود جنين ابن هذا النبات موجود في هذه البذرة طيب هذا الجنين شنو يحتاج عشان ينمو تبدفنا تحت الأرض أو شوية ماي حوالي شنو يحتاج قبل لا يبدأ يصنع غذاء يحتاج إلى غذاء يحتاج إلى التغذية والجزء الأخير يحتاج إلى الحماية إذن كل بذرة تسمع عنها سمعت كلمة بذرة تذكر ثلاث كلمات هناك جنين هناك غذاء وهناك غلاف يحمي هذول الأثنين الغذاء والجنين طيب لما أسمع كلمة معارات لأنني قلت لي أستاذ هي معارات البذور عرفنا كلمة بذور طيب معارات ماذا نعني بها نعني بها التالي أنها تنتج من مخاريط هذا الشكل لأمامك مخاريط طيب وبعد لا توجد ثمار ما رح تغطى بثمرة لما أسمع عن بذور التفاح سأجدها داخل التفاح بذور الرقي سأجدها داخل الرقية لكن بذور معارات لن تجد لها ثمرة تغطيها دعونا ننتقل للشريحة لبعدها لمزيد من الشرح كيف ينمو نبات لا زهري وعائي من معارات البذور لاحظ معاي هذه الصورة عندنا في النص نبات كبير توقعوا أن هذا نبات نبات مشيجي ولا جرثومي صحيح هو نبات جرثومي هذا النبات الجرثومي سينتج لي المخاريط وهناك نوعان من المخاريط مخاريط مؤنثة ومخاريط مذكرة المخاريط المؤنثة شوفوا معاي الصورة أيهما تتوقع أنها مخاريط مؤنثة والأخرى مذكرة الذي فوق صحيح مخاريط مؤنثة وفي الأسفل هي مخاريط مذكرة ممتاز دور المخاريط مؤنثة شنو؟ إنتاج ممتاز خلية بيضية نباتية مشيجي مؤقت نبات مشيجي مؤقت انتبه لها راح تكلم فيها بعد شوي شن يعني نبات مشيجي مؤنث وسيكون مؤقت أيضا ثم عندي مخاريط مذكرة ماذا نقصد بكلمة مخاريط مذكرة أي أنها تنتج لحبوب اللقاح إذن عندنا نوع من المخاريط مخاريط مؤنثة ومخاريط مذكرة طيب ذكرنا كلمة مشيجي يا أستاذ نحن قلنا هذا نبات الآن جرثومي نعم في معارات البذور لن ينتج لي نبات مثل ما كان في السرخصيات نبات لوحدة مشيجي لا النبات المشيجي يكون نامي على النبات الجرثومي جزء منه لكنه نبات مشيجي مثل ما هو موجود عندنا إذن ماذا ينتج عندهني؟ حبوب اللقاح من المخاريط المذكرة شوف معي هذه الصورة ونظر لكمية حبوب اللقاحة المتناثرة من هذه المخاريط المذكرة طيب هذه الحبوب عندما تنتقل إلى المخاريط المؤنثة تحدث عملية التلقيح وعملية التلقيح إذا نجحت تتم عملية الإخصاب حدوث الإخصاب ومن خلال عملية الإخصاب ينتج لي جنين النبات وقلنا مثل ما ذكرنا أمسا مدام في جنين إذن الآن النبات شو نلازم يسوي أحفي عليك يوفر الغذاء ويوفر الحماية لهذا الجنين ثم عندما تتهيئ الظروف هذه البذرة تسقط على الأرض وتهيئ لها الظروف يبدأ بادرة نبات ثم يتكون لنبات جرثومي ننتقل إلى الشريحة التي بعدها قائمة بما تعلمته السرخسيات ومعرات البذور من النباتات اللازهرية الوعائية الطور السائد في السرخسيات والصنوبريات هو الطور الجرثومي الصنوبريات من معرات البذور إذن ننتقل إلى الشريحة بعدها هل تعلم أن السرخس الآجري يستخدم لتزيين الحداغ شوفوا جماله ما شاء الله قلوا ما شاء الله هذا النبات يستخدم في تزيين كثير من الأماكن حتى عندنا في الكويت لكن بشرط أن تكون البيئة رطبة ومناسبة له هل تعلم أن أشجار السنوبر هي من أطول الأشجار وقد يفوق طولها مئة متر هل تعلم أن غابات العصور القديمة كانت من نباتات سرخسية ومعرات البذور غابات قديمة جدا قبل أكثر من ثلاثم وخمسين مليون سنة العلماء قدروها بهذا العمر شيء قديم جدا إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لكن قبل أن نختم شوفوا معي هذا لاحظوا هذا الشيء درسناه قبل قليل شنو هو شوفوا زين هذا الشيء هو مخروط صح طيب مخروط مذكر ولا مؤنث أفي عليك هذه من المخاريط المؤنثة وهذا أيضا مخروط مؤنث لكن البذور سقطت منه إذن هذول الأثنين مخاريط مؤنثة هذه البذور سقطت من هذا فصار هذا شكله هذا خلاص سوى دوره في الحياة وانتهي الله يطلعها فيه وهذا الدور عليه الله يبارك فيكم إلى هذا الحد نصل إلى ختام حلقتنا اليوم تعرفنا على النباتات السرخسية وتعرفنا على الصنوبريات إلا أن نلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة